مملكة البحرين اهتماما بالغا للارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية المقدمة في مجال أمراض القلب بما يعكس مدى الاهتمام بصحة وسلامة المجتمع من خلال توفير مراكز طبية متخصصة بإمكانات وتقنيات متطورة تعتمد أحدث المواصفات والمعايير الدولية في التشخيص والعلاج والتأهيل وفي سبيل الحد من انتشار أمراض القلب حرصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة على إطلاق العديد من الخطط الصحية الوقائية والمبادرات والبرامج هذا ويأتي تنظيم مملكة البحرين لأول مؤتمر متخصص في مجال طب القلب الرياضي في ديسمبر القادم بتوجيه ورعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في إطار الجهود الهادفة إلى تسليط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة إلى جانب أهمية اتباع الأسس والممارسات الصحية والطبية التي يجب الالتزام بها بطرق سليمة وآمنة ترجمة نانسي قنقر